دوس على القبر أو عدم يعني أنا عايزة بس أنبه على جزئية مهمة دائما نحن نبه عليها كما تعلمناه أن حرمة الإنسان وهو متوفي كحرمته حيا بل أشد ليه؟ لأنه ما يملكش أنه يدفع عن نفسه فالإنسان مصان في جميع أحواله في طفولته في شبابه عند كبره عند موته له صيانة حرمة ذلك الإنسان لأنه ده صنيعة الرب جل جلال الله ومن هنا جاء التوجيه بالمحافظ على حرمة المقابر فنكتهد في الحفاظ عليها قدر الطاقة مع طبعا التنظيف وكل شيء قدر طاقتنا صاحبة السؤال السيد بدري